مثالٌ سريعٌ من الصحيفة السجادية الكاملة التي قرأت منها الدعاء للوالدين والدعاء لأهل الثغور من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بيده أيضاً جاء دعاؤه عليه السلام في يوم عرفة هذا ما هو بدعاء الإمام السجاد في يوم عرفة هذا دعاءٌ كتبه الإمام السجاد من أدعية الصحيفة السجادية الشيعة يقرؤونه في يوم عرفة بحسب المجتمع الذي كان يفترض أن يكون هذا الدعاء مكتوبٌ أيام الإمام السجاد إذا ما ذهبتم إلى آخر الدعاء إذا كانت عندكم الصحيفة السجادية الكاملة فاذهبوا إلى دعاء يوم عرفة هذه العبارة ليست سديدةً دعاؤه عليه السلام في يوم عرفة الإمام لم يكن يدعو بهذا الدعاء في يوم عرفة وإن دعا به فهو للتعليم هذا أحد أدعية الصحيفة السجادية أنا أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الجامعة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة هذا الدعاء في صفحة 316 ورقم الدعاء 147 إذا ما ذهبنا إلى آخر الدعاء صفحة 322 وما بعدها ستقرؤون في هذا الدعاء عبائر ترتبط بإمام زماننا الحجة بن الحسن هي هي العبائر التي وردت في أدعية الفرج والتي تقرأ في زمان الغيبة الطويلة في زمان الغيبة الكبرى لا أجد وقتاً كي أقرأ كل العبائر عليكم هذه المطالب شرحتها وبينتها في برامج سابقة وقرأت هذه المقاطع كاملة وبينت مضامينها لا أملك وقتاً الآن لكنكم يمكنكم أن تعودوا بأنفسكم إلى الصحيفة السجادية الكاملة كي تقرأوا ما جاء في هذه الفقرات وحينما تتدبرون فيها ستدركون من أن الكلام هذا لشيعة يعيشون في زمان الغيبة الكبرى اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه وآته من لدنك سلطاناً نصيراً وافتح له فتحاً يسيراً وأعنه بركنك الأعز واشدد أزره وقوي عضده وراعه بعينك وحمه بحفظك وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأغلب وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك واجل به صدأ الجور عن طريقتك إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف هذه العبائر وما قبلها وما بعدها في دعاء يوم عرفة من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة تتحدث عن أجواء الغيبة الثانية تتحدث عن أجواء المجتمع الذي كان يفترض أن يكون ولكنه لم يتحقق وهناك مثال آخر لكنه ليس من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة وإنما هو من الأدعية المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وجمعت مع الصحيفة السجادية الكاملة في هذا الكتاب صفحة 337 رقم الدعاء 149 أيضا كتب العنوان دعاؤه عليه السلام في موقف عرفة قال المفيد هذا الدعاء منقول عن كتب المفيد قال المفيد رضوان الله تعالى عليه وإذا حضرت مشهد الحسين عليه السلام يوم عرفة أو عرفات نفسها أو حيث حللت من البلاد فاغتسل قبل الزوال وابرز تحت السماء وادع بهذا الدعاء الذي يأتي في أواخره أيضا اللهم املأ الأرض به عدلا وقسطا الحديث عن إمام زماننا ما قبل هذا الكلام وبعد هذا الكلام لا أستطيع أن أقرأ الكثير لضيق الوقت اللهم املأ الأرض به عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف الذي أريد أن أصل إليه من أن الإمام السجادة كان يخطط وكان يرسم وكان يضع القوانين والدساتير لإقامة مجتمع شيعي زمان الغيبة الثانية الصحيفة السجادية الكاملة وكتب أيضا رسالة الحقوق تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة إنها رسالة الحقوق التي كتبها إمامنا السجاد مثل ما كتب الصحيفة السجادية التي تعرف بالصحيفة السجادية الكاملة وتبدأ الرسالة اعلم رحمك الله هذا الخطاب لي ولكم اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة لك في كل حركة تحركتها إلى آخر ما جاء في كلام إمامنا السجاد وفصل في هذه الحقوق فهناك حق الله الأكبر وهناك حق نفسك عليك وهناك حق اللسان وهناك حق السمع وهناك حق البصر وهناك حق رجليك وهناك حق يدك وهناك حق بطنك وهناك حق فرجك وهناك حق الصلاة وحق الصوم وحق الصدقة وهناك حق الهدى الهداية وهناك حق السلطان عن أي سلطان يتحدث إمامنا السجاد عن سلاطين بني أمية إنه يتحدث عن سلطان شيعي يحكم الشيعة ولذا هكذا يقول فأما حق سائسك بالسلطان الذي يسوسك بالسلطان إنه الحاكم السياسي السلطة السياسية فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلا فيك بما جعله الله له عليك من السلطان وأن تخلص له في النصيحة فهل الإمام السجاد يطالب الشيعة أن يخلص للأمويين في النصيحة إلى آخر ما جاء في حق السلطان في حق السلطة السياسية كما قلت لكم هذا برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون لكن مراجع الشيعة غدرة فجرة هذه هي الحقيقة وإلا لتغيرت الأمور بشكل آخر الحكمة من انقطاع الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية هي هذه هي هذه وسيتضح لنا هذا الأمر جليا من النصوص التي سأقرأها عليكم لأن الغيبة الأولى حيث كان الإمام يتواصل مع الشيعة ليس بنحو ظاهر جدا لكنه كان يتواصل معهم عبر السفراء الخاصين هذه الظروف لا تسمح للشيعة أن يؤسس مجتمعا وأن يؤسس حكومتان وأن يؤسس نظاما هذا هو المكر الإلهي هذا هو المكر المهدوي فانقطعت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية كي يكون المجال مفسوحا أمام الشيعة لتأسيس مجتمع هذا المجتمع سيكون على تواصل مع الإمام الحجة وهذا واضح في النصوص التي عندنا صحيح أن مراجع الشيعة لا يفقهون هذه الحقائق لأنهم لا يفقهون ثقافة إمام زمانهم كذابون هؤلاء حينما يقولون لكم من أنهم نواب لصاحب الزمان حينما سأورد النصوص ستتضح الحقيقة بين أيديكم الصحيفة السجادية الكاملة أنشأها الإمام السجاد مع رسالة الحقوق قواعد تأسيس مجتمع شيعي كان يفترض فيه أن يكون زمان الغيبة الثانية ويكون هذا المجتمع على تواصل مباشر مع إمام زماننا لكن ليس بنحو علني يمكنكم أن تعودوا إلى رسالة الحقوق كي تطلعوا عليها وكي تعرفوا دقة كلامي ودقة وصفي لهذا الموضوع هذه رسالة مفصلة هذا حق سائسك بالسلطان حق سائسك بالعلم ثم بعد ذلك حقوق الرعية ما يجب على السلطان قبل قليل حق السلطان على الرعية نحن الآن أمام حق الرعية على السلطان وأما حقوق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل قوتك عليهم إلى آخر ما جاء في تقنين حق الرعية على السلطان ويستمر الكلام يستمر الكلام مفصلا حتى نصل إلى المادة الخمسين من مواد هذا الدستور رسالة الحقوق تشتمل على مقدمة مفصلة وبعد المقدمة تأتي المواد الدستورية من المادة الأولى إلى المادة الخمسين وتأتي خاتمة هذا الدستور فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يعني لا بد من وجود حاكم وهذا الحاكم له حقوق ولا بد من وجود رعيتين وهذه الرعية لها حقوق ولا بد ولا بد إلى سائر مواد هذا الدستور دققوا دققوا النظر في مقدمة الدستور ماذا قال إمامنا السجاد قال إمامنا السجاد صلوات الله عليه اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة لك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها وآلة تصرفت بها بعضها أكبر من بعض إلى آخر المقدمة مقدمة دقيقة جدا تشكل القاعدة الأساسية التي بنيت عليها هذه المواد الدستورية نظام دستوري متكامل الدستير في العالم تنشأ بهذه الطريقة نظام دستوري متكامل مقدمة شرح فيها الإمام السجاد القاعدة الفكرية والقاعدة العقائدية والقاعدة العقلية والقاعدة المنطقية التي وفقا لمضامينها وملاكاتها شقق وفرع المواد الدستورية في رسالة الحقوق من المادة الأولى إلى المادة الخمسين وفي الخاتمة يقول بعد أن أكمل المادة الخمسين من مواد هذا الدستور فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها هذه خارطة لبناء مجتمع تلاحظون العبارة واضحة الإمام يلزمنا بالعمل بمواد الدستور كلها كيف يكون ذلك لا بد من وجود مجتمع محكوم لا بد من وجود حكومة لا بد من وجود رعية وإلا فإن الإمام لا يتحدث عن سلاطين بني أميه اجمعوا بينما جاء في الصحيفة السجادية الكاملة وهي مكتوبة بيد الإمام وبينما جاء في رسالة الحقوق وهي مكتوبة بيد الإمام اجمعوا بينهما فإن صورة ستكون واضحة جلية جدا أنصتوا إلى خاتمة رسالة الحقوق فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين هذا أمر من الإمام السجاد في إنشاء هذا المجتمع في إنشاء هذا المجتمع الذي كان مفترضا أن يكون ألا تلاحظون أن أئمتنا يعملون في أية جهتين وأن هؤلاء الذين يقولون لكم من أنهم نواب الأئمة ماذا يقولون وماذا يفقهون قلت لكم الدين الذي عندهم دين محرف بالكامل بالكامل وأنتم تلاحظون جهلهم وسفاهتهم وصفاقتهم لا تأخذوا الدين منهم ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون نذهب إلى فاصل ومثل ما لاحظنا التحريف المعنوية في الصحيفة السجادية في هذه الوثيقة المهمة ولاحظنا أيضا التحريف اللفظية في عناوين الأدعية الصحيفة السجادية تعرضت إلى تحريف معنوي حينما شرحوها وما دعاء أهل الثغور إلا مصداق من مصادق التحريف المعنوي وكذلك الكلام في سائر أدعيتها حينما يشرحونها فهم لا يفقهون كلام الأئمة صلوات الله عليه وتعرضت الصحيفة السجادية إلى تحريف اللفظي في عناوينها وقد مر ذلك علينا رسالة الحقوق هي الأخرى تعرضت إلى تحريف النسخة الكاملة هي التي قرأت عليكم منها النسخة الكاملة التي اجتملت على المواد الدستورية الخمسين موجودة في تحف العقول هذه النسخة الكاملة وصاحب تحف العقول ابن الشعب الحراني متأخر عن الصدوق الصدوق في كتبه أورد رسالة الحقوق وأوردها في عدة كتب من كتبه لأهميتها لكنها جاءت محرفة بالنسبة لي أنا أبرئ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من التحريف هناك من يتهمه باختصار الأحاديث أنا أبرئه من كل ذلك وحينما أقول أنا أبرئه أنني أستند إلى خبرة وأستند إلى أدلة لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في وقت واحد على سبيل المثال هذا أهم كتاب للصدوق إنه الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الصدوق أورد رسالة الحقوق في كتابه الفقيه لكنها جاءت محرفة جاءت منقوصة بإمكانكم أن تعودوا إلى الجزء الثاني من كتاب الفقيه صفحة ستمية واثمونطعش باب ثلاثمية واثلاثمعش الحقوق مباشرة بدأت الرسالة حق الله الأكبر وهذا الكلام قبله شيء كثير حرفه المحرفون وحذفوه ثم ذهبوا إلى كل حق فاختصروه عبثوا برسالة الحقوق عبثان لا مثيل له لا أجد وقتا كي أحدثكم عن العبث الذي عبثوا به برسالة الحقوق في الجزء الثاني من كتاب الفقيه ولذا فإن كتب الصدوق قطعا قد تعرضت للتحريف أنا أبرع الرجل من كل هذا التحريف الصدوق صدوق في أيام القاجاريين حدث فيضان في مدينة طهران قبره قبره في منطقة الري في منطقة شاه عبد العظيم في جنوب طهران بسبب ذلك الفيضان الفيضان القوي انهدم قبر الصدوق فلما انهدم قبر الصدوق ظهر جثته ورآها الكثيرون حتى أن السفراء الأجانب جاءوا وألقوا نظرة عليها وأرادوا أن يأخذوا صورا لها إلا أن العلماء منعوا من ذلك قالوا إن هدكا لحرمته سيكون ولا يوجد هدكا لحرمته على أي حال نحن لا نريد أن نناقش كل صغيرة وكبيرة الذين حضروا الواقعة وسجلوها قالوا إن الصدوق كان وكأنه وضع الآن في قبره بدنه لم يتسخ لون الكفني أصفر ولكن خضاب لحيته لا زال موجودا لم يتغير لونه كان الصدوق جميلا وبهيا جماله وبهاؤه لا زال واضحا الصدوق الصدوق مثلما جثته محفوظة لقد حفظ الحديث وحافظ عليه لكن الذين جاءوا من بعد الصدوق بعد أن أحرقت الكتب الشيعية وأحرقت كتب الصدوق وكان الذي كان هؤلاء هم الذين عبثوا بكتب الصدوق ودمروها وهذا مثال مثال من الأمثلة على التحريف في كتب الصدوق وعلى التحريف في رسالة الحقوق لقد دمروا رسالة الحقوق دمروا الدستور بالضبط مثلما دمر السيستاني في زماننا دستور العراق ولا وجه للمشابهة بين دستور العراق ودستور السجاد صلوات الله عليه لكن المشابهة في نوع العمل فمثلما زور السيستاني دستور العراق وبعد ذلك أمر الشيعة أن يصوتوا لهذا الدستور الذي زوره وهذه القضية موثقة بالوثائق وقد عردت الوثائق عليكم في الحلقات السابقة بالضبط الذين جاءوا من الطوسيين الذين أسسوا المذهب الطوسي اللعين هم الذين حرفوا هذا الدستور النسخة الكاملة كما قلت لكم في تحف العقول لابن شعب الحراني الدستور كامل فيها ولكن إذا ما رجعتم إلى الجزء الثاني من كتاب الفقيه فإنكم لن تجدوا شيئا حقيقيا من ذلك الدستور لقد قرضوها تقريضا عبثوا بها شديد عبث وإنما فعلوا هذا في هذا الكتاب لأن الشيعة تعتمد هذا الكتاب الشيعة لا تعتمد على تحف العقول مثل ما تعتمد على كتاب الفقيه أصلا النصيريون يدعون أن ابن شعب من النصيريين ومن أن كتاب تحف العقول من كتبه من كتب الغلاة لا شأن لي بهذا الموضوع هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القول وإنما أعود إلى الموضوع الذي أنا بصدده ما يرتبط بتحريف رسالة الحقوق فهي محرفة تحريفا هائلا كان يجب على المؤسسة الكبيرة التي حققت هذا الكتاب أن تطبع في الحاشية بشكل كامل رسالة الحقوق حتى يستطيع القارئ المتتبع أن يقارن بين الرسالة الأصل وبين الرسالة المحرفة الموجودة في كتاب الفقه والأمر هو هو في كتاب الخصال الخصال من الكتب المعروفة للشيخ الصدق هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة ستمية وستعاش صفحة ستمية وستعاش العنوان ما هو أبواب الخمسين وما فوق يفترض أن الرسالة تأتي بموادها الخمسين لأن الصدوق وضعها هنا لكننا إذا ما ذهبنا إلى هذه الرسالة فإننا نجد التحريف واضحا وواضحا وواضحا جدا بالضبط كالتحريف الذي هو في كتاب الفقه مع بعض الاختلاف مع بعض الاختلاف فرسالة الحقوق النسخة الأصل في تحف العقول الموجودة في كتاب الفقه للصدق محرفة بنحو فضيع جدا وكذلك النسخة الموجودة في كتاب الخصال محرفة جدا 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 فعلى الذين يراجعون هذه المصادر أن يلتفتوا إلى أن الرسالة محرفة تحريفا هائلا ولا يمكن الاعتماد عليها بأي وجه من الوجوه وكذلك الأمر في كتاب الأمال أمال الصدوق أو مجالس الصدوق هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحاء الثقافية المجلس التاسع والخمسون صفحة ستة وستين يورد الصدوق رسالة الحقوق لكنها محرفة أيضا من الصفحة السادسة والستين إلى الصفحة الرابعة والسبعين تحريف هائل جدا هذه كتب معروفة ومهمة من كتبنا ومر علينا في العنوان الأول التحريف الانتقائي هناك انتقائية ولذا هذه العناوين وضعتها تحت عنوان فرعي نماذج من التحريف الصارخ إنها مصادق للعنوانين المتقدمين التحريف الانتقائي والتحريف العلمي التأسيسي حدثتكم عن التحريف لفظا ومعنا في دعاء اللعن في آخر زيارة عاشورة وحدثتكم عن التحريف لفظا في عناوين الصحيفة السجادية ومعنا في كل معانيها وأخذت دعاء أهل الثغور مثالا كيف حرف المعاني والمضامين وها هي رسالة الحقوق تحرف تحريفا هائلا في كتب الصدوق في كتاب الفقيه في كتاب الخصال في كتاب الأمالي وأنا أضرب لكم أمثلة لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب ولا أستطيع أن أحدثكم عن كل الموضوعات إنني منذ أربعين سنة وأكثر يوميا وأنا أراجع الكتب وأنا أمارس عملي في التحقيق يوميا أصادف شيئين أصادف التحريف في كتبي مراجع الشيعة وأصادف عداءهم وانتقاصهم من العترة الطاهرة منذ أكثر من أربعين سنة كلما أمسكت بكتب مراجع الشيعة وأنا أصادف هذين الأمرين أصادف التحريف في حديث العترة الطاهرة وأصادف الإنسانة الانتقاص من الأئمة ومن حديثهم أما قضية جهل المراجع وجهالته وسفاهته فهذا أمر منتشر في كل كتبهم من أولها إلى آخرها وقد عرضت من الأمثلة والشواهد والأدلة الكثير والكثير في هذا البرنامج وفي سائر برامج الأخرى وهأني أعرض لكم الأمثلة في هذه الحلقات صارت الصورة واضحة هناك تحريف تحريف صارخ وهناك تدمير لدين العترة هذه النصوص لم يحافظ عليها لا لفظ ولا معنى فهل نتوقع منهم أن يفهموها وهل نتوقع منهم أنهم سيعملون بها ويؤسسون مجتمعا شيعيا مثل ما يريد إمام زماننا هؤلاء مافيات لصوص قطاع طرق هؤلاء سفلة هذا هو سر انتشار اللواط في أوساطهم لماذا ينتشر اللواط في أوساطهم في أوساط المعممين في أوساط المرجعيات الشيعية في النجف وكربلاء لماذا ينتشر اللواط فيما بينه لماذا لأنهم أعداء العترة الطاهرة وليس بالضرورة حينما يوصفون بأنهم أعداء العترة الطاهرة أنهم يبغضون العترة الطاهرة وأنهم لا يبكون في مصائبهم نحن عندنا الأحاديث جاء في بعضها من أن قتلت الحسين في آخر الزمان يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودة أهل البيت لكن الإمام الرضا يلعنهم ويقول من أنهم ليسوا منا مع أنهم يحبون الحسين ويزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودة العترة يعتقدون بها لكنهم أتباع لهذه المرجعيات التي هي أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهذه نتائج أعمالهم بين أيدينا هذه وثائق هذه وثائق أنا لا أحدثكم عن كتب طبعت في الأزهر هذه كتب شيعية وطبعت في مؤسسات شيعية وأشرف على تحقيقها شيعة هذا عمل شيعي خالص أتحدث عن الشيعة الطوسيين ألا لعنة على المذهب الطوسي اللعين القذر النجس نذهب إلى فاصل أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في خاتمة رسالة الحقوق بعد أن تقرأ رسالة الحقوق حيث ستجدون مقدمة مهمة تشكل العقيدة الأساس لرسالة الحقوق في هذه المقدمة جاء على سبيل المثال وأوجبها أوجب هذه الحقوق وأوجبها عليك حقا أئمتك الإمام السجاد لا يتحدث هنا عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر يتحدث هنا عن حكام المجتمع الشيعي لأن الإمام السجاد حينما يبين أحكام الأئمة فإنه يتحدث عن حكام شيعة لمجتمع شيعي ما هم بالأئمة المعصومين الأربعة عشر وأوجبها عليك حقا أئمتك ثم حقوق رعيتك ثم حقوق رحمك فهذه حقوق يتشعب منها حقوق فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان هذا هو الحاكم الشيعي الذي يحكم المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون ضمن منهجية الصحيفة السجادية الكاملة وضمن منهجية ودستورية رسالة الحقوق وإلا فإن الإمام السجاد لا يتحدث هنا عن سلاطين بني أميه فهذه حقوق يتشعب منها حقوق فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان ثم سائسك بالعلم ويستمر الكلام ثم يأتي هذا العنوان ثم حقوق الأئمة أول إمام من هو فأما حق سائسك بالسلطان ثم بعد ذلك وأما حق سائسك بالعلم إنه لا يتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر إنه يتحدث عن أئمة شيعة عن حكام شيعة يحكمون المجتمع الشيعية الذي كان يفترض أن يكون فهنا فهنا يبين الإمام حقوق هؤلاء الحكام وبعد ذلك يأتينا ثم حقوق الرعية ويبين هنا ما يجب على السلطان من حقوق الرعية إلى سائر التفاصيل الأخرى التي تشكل المجتمع الشيعية الذي كان يفترض أن يكون في زمان الغيبة الثانية في آخر رسالة الحقوق فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تستطيع أن تهرب منها هذه الحقوق لا بد أن تتحقق أين تتحقق في المجتمع الذي كان يفترض أن يكون على أرض الواقع في الأجواء الشيعية فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يعني يجب عليك أن تسعى لإيجاد هذه البيئة التي يطبق فيها هذا القانون هذا هو مراد الإمام صلوات الله عليه فهذه خمسون حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك الصورة واضحة واضحة جدا وقد قرأت عليكم في حلقة يوم أمس مما جاء في الدعاء المروي عن إمام زماننا من أدعية زمان الغيب الذي أوله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وهناك تناغم فيما بين هذا الدعاء ورسالة الحقوق فإن رسالة الحقوق بدأت في الجانب النفسي والأخلاقي فتحدثت عن حقوق جوارحنا عن حق اللسان وحق العين وحق النظر وحق السمع إلى بقية ما جاء في رسالة الحقوق اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية إذا أردنا أن نجري تطبيقا سريعا لما جاء في رسالة الحقوق وما جاء في هذا الدعاء الشريف اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة هذا يأتي تحت عنوان فأما حق الله الأكبر وأما حق نفسك عليك أقرأ هذه العبارات لا أجد وقتا كافيا ستجدون المضامين نفسها لكنها قد اختصرت في هذا الدعاء حق الله الأكبر وحق نفسك عليك في هذه العبائر اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة بعدها ماذا يأتي وأما حق اللسان وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة حق اللسان حق السام حق البصر حق رجليك حق يديك حق بطنك حق فرجك إلى سائر الحقوق الأخرى فماذا نقرأ في هذا الدعاء وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا حق بطنك هذا وطهر بطوننا من الحرام والشبهة وكفف أيدينا حق يدك هذا وكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واخدد أبصارنا حق بصرك واخدد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا حق سمعك واسدد أسماعنا عن اللغ والغيب وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة هذا حق سائسك بالعلم لو كان هناك متسع من الوقت لكنت أقرأ عليكم من هنا كي تعرف أن رسالة الحقوق شرح لهذا الدعاء وأن هذا الدعاء مختصر وجيز لما جاء في رسالة الحقوق هذه وثائق إنشاء المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة وكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغ والغيب وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة هذه طبقات المجتمع والتي تحدثت عنها رسالة الحقوق وتحدثت عنها أيضا الصحيفة السجادية الكاملة فلقد قسم المجتمع إلى طبقات وجعل الأدعية وفقا لتلك الطبقات عودوا إلى الصحيفة السجادية الكاملة ستجدون هذه الحقائق وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة حتى الموتى ذكروا هنا وذكروا وذكروا في وثائق إنشاء ذلك المجتمع ما بين الصحيفة السجادية وما بين رسالة الحقوق وما بين سائر الوثائق الأخرى التي سأعرضها عليكم وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلب هؤلاء هم الذين أنشأ لهم الإمام السجاد دعاء أهل الثغور وعلى الغزاة بالنصر والغلب وعلى الأسراء بالخلاص والراحة الإمام يتحدث عن حروب مرضية عنده إمام زماننا وهو هو منطق الإمام السجاد في الدعاء لأهل الثغور فإن الإمام السجاد يتحدث عن جهة مرضية عنده مثل ما يتحدث هنا إمامنا الحجة صلوات الله عليه الإمام السجاد قال ذلك في دعاء والإمام الحجة أيضا قال هذا في دعاء وعلى الغزاة بالنصر والغلب وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة بالضبط هو المضمون الذي ذكره إمامنا السجاد في حق الرعية على السلطان الإمام الحجة هنا يدعو لهؤلاء الأمراء المرضيين عنده فهو لا يدعو للأمراء العباسيين أو للأمراء العثمانيين أو لسائر أمراء الظلم والجور الإمام مثل ما دعا فقال وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة ومثل ما دعا فقال وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة فإنه قال وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة بالضبط هو هذا الذي قاله إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في حق السلطان فأما حق سائسك بالسلطان إنه الحاكم فأن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلا فيك بما جعله الله له عليك من السلطان وأن تخلص له في النصيحة وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه أن لا تماحكه أن لا تكون في مقام المعاندة أن تكون مؤيدا لبرنامجه لأن الإمام يتحدث عن حاكم عادل وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه المماحكة هي المنازعة والمعاندة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وقد ما أوجبت عليهم من الحج والعمر بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين دعاء قصير لكنه رسم برنامجا كاملا لمجتمع شيعي في كل طبقاته الاجتماعية وتدبروا عند هذه الكلمات وعلى الغزاة بالنصر والغلب هذه قوة عسكرية مرضية وعلى الأسراء بالخلاص والراحة هناك حرب حرب مرضية عند الإمام وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة هذا مجتمع شيعي كان يفترض أن يكون ولكنه لم يتحقق من الذي يحققه لنا هؤلاء الثولان الذين لا يفقهون شيئا من حديث العترة هذا هو نظام معاريض الكلام وهذا هو نظام لحن القول هكذا يفهم حديث أهل البيت وهكذا تفهم حقائق ثقافة العترة الطاهرة وقت الحلقة انتهى لا زال الكلام في هذا الموضوع وسأعرض بين أيديكم في الحلقة القادمة بقية وثائق إنشاء المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون لكنه لم يتحقق ألا لعنة الله على المذهب الطوسي ألا لعنة الله على الحوزة الطوسية ألا لعنة الله على المرجعية الطوسية ألا لعنة الله على الثقافة الطوسية ألا لعنة الله على المنهج الطوسي ألا لعنة الله على العقائد الطوسية أبرأ إليك يا بقية الله من الطوسي وآل الطوسي ومن المذهب الطوسي اللعين